مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الطلاب طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير الله أسأل لكم دوام التوفيق والنجاح ونحن في نهاية الفصل الدراسي الأول عزيزي الطالب القيمة التربوية التي معنا في هذا الدرس التفوق والنجاح فأقول النجاح والتفوق طريقك إلى المستقبل أسعد والديك بتفوقك التفوق لبنى في بناء الوطن هيا بنا أبناء الطلاب إلى مراجعات إسرائية على الاختبارات التجربية الثلاثة الاختبار التجريبي الأول الأسئلة الموضوعية يختر الإجابة الصحيحة فيما يليه أولا القرآن الكريم وعلومه ما معنى كلمة يغضون في قوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الإجابة الصحيحة يغضون يعني يخفضون ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين معنى كلمة فتبينوا تأكدوا وتثبتوا الحديث الشريف وعلومه من فوائد صلاة الجماعة وهنا أنبه أبناء الطلاب إلى ضرورة التركيز في الاختيارات حتى تكون الإجابة صحيحة بإذن الله تعالى من فوائد صلاة الجماعة على المجتمع إزالة الفوارق الاجتماعية أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صلة الرحم سبب في الأجر العظيم عند الله تعالى من صور الإحسان إلى الجار زيارته والإطمئنان عليه ما نوع الدلالة في معجزات الرسل؟ دلالة الحس من النبي الذي علمه الله عز وجل لغة الطير؟ سليمان عليه السلام من أركان الغسل؟ تعلمون أبناء الطلاب أن أركان الغسل ثلاثة فدقق في الاختيار من أركان الغسل في الاختيارات التي أمامنا أحسنتم النية حكم جمع الصلاة في السفر سنة مؤكدة كيف ينبغي أن يكون سلوك المسلم في المحن والشدائد؟ هل الخوف والفزع أو الفرار والهروب أم الاضطراب وعدم الثبات؟ الإجابة الصحيحة، الصبر والثبات آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وبين آب الدرداء رضي الله عنه الأداب والأخلاق الإسلامية قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله أي في خدمة أهله يدل على التواضع مع الأهل من صفات الواثق بنفسه التواضع والآن إلى الأسئلة المقالية وانتبه عند قراءة السؤال جيدا حتى يوفقك الله عز وجل إلى الإجابة الصحيحة علل أمر الله تعالى بعدم العجلة في تصديق كل ما يقال وخاصة الشائعات أحسن لأنه أي تصديق الشائعات يخل بأمن المجتمع ويؤدي إلى الظلم وقاطع الأرحام استنبت الأمر في قوله تعالى وأقصط إن الله يحب المقصطين أيعدل بين المتخاصمين قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذي بـ 27 درجة على ما يدل أن الله شهد لعمار المساهد بالإيمان أحسن يدل على أهمية صلاة الجماعة من خلال دراستك لحديث حق الجوار أجب عن ما يأتي أكمل كتابة الحديث عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن هيا يا شباب نكمل حديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه زار النبي صلى الله عليه وسلم جاره اليهودي لما علم بمرضه واستطاع أن يسخده الإسلام أدل على حسن معاملة الجوار أو الجار وإرادة الخير له وإن لم يكن مسلما من درس يوم الأحذاب الخندق خمسة إجرية انتصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم بعد المشاورة والأخر برأي حفر الخندق نتيجة تبادل الآراء واستفادة من تجارب الآخرين من خلال دراستك لدرس سلمان الفارسي رضي الله عنه أجب عن ما يأتي علل عدم مشاركة سلمان الفارسي بسبب الرق أي كان عبدا في غزوتين فما هما بارك الله فيكم اختبار الناس وعالم احترامهم عرف الثقة بالنفس من خلال فهمك لدرس الثقة بالنفس إيمان الإنسان المدروس بقدراته على تحقيق أهدافك من أكثر الناس ثقة بأنفسهم الأنبياء والرسل عليهم السلام لاختبار التجريبي الثاني انتبهوا أبناء الطلاب الأسئلة الموضوعية لما وصف الله تعالى الذين ينادون الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات بأنهم لا يعقلون أحسنتم وبرك الله فيكم وصفوا بأنهم لا يعقلون لسوء آدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين نهى الله تعالى عن تصديق خبر الفاسق وهو أي الفاسق معناه الخارج عن طاعة الله تعالى الحديث الشريف وعلومه من فوائد صلاة الجماعة على المجتمع تقوية روابط الأخوة أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صلة الرحم سبب ذكرنا قبل ذلك أنها سبب في الأجل العظيم عند الله تعالى والآن أن البركة في الرزق من أسباب صلاة الرحم من صور الإحسان إلى الجار مشاركته في أفراحه وأحزانه ما نوع الدلالة تركز عزيزي الطالب اختياراتك ما نوع الدلالة في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها أحسنت وبرك الله فيك دلالة الفطرة أنزل الله عز وجل الزبور على نبيه داوود عليه السلام من سنن الجسل ودقق عزيزي الطالب عندنا أركان الجسل ثلاثة النية المضمضة والاستنشاق تعميم الشعر والبشرة بالماء إذن من سنن الجسل كما في السؤال التسمية القصر هو تخفيف الصلاة الرباعية في السفر وآداؤها رقعتين بدلا من أربع وحكمه أي حكم قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السؤال يا شباب حكم قصر الصلاة سنة مؤكدة تخفيف الصلاة الرباعية في السفر آداؤها رقعتين بدلا من أربع وحكمه سنة مؤكدة من صفات المسلم في المحن والشدائد وذكرنا قبل ذلك كيف يكون المسلم في المحن والشدائد قلنا إن الإجابة الصحيحة الصبر والثبات من ألقاب سلمان الفارسي رضي الله عنه الفاروق ذو النورين أمين الأمة أم الباحث عن الحقيقة أحسن الباحث عن الحقيقة من أنواع التواضع في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعلن غير التواضع مع الصغار تعريف الثقة بالنفس ترك الإنسان ما لا يعنيه أم خضوع القلب لله عز وجل أم حبس النفس على ما تكره أم إيمان الإنسان المدروس بقدرته على تحقيق أهدافه أحسنتم الإجابة الصحيحة إيمان الإنسان المدروس بقدرته على تحقيق أهدافه الأسئلة المقالية من خلال الآيات درس التثبت من الأخبار والإصلاح بين المؤمنين السؤال بالصيغة الأخرى عزيزية الطالب لماذا نهى الله تعالى عن تناقل الشائعات أحسنت لأنها تؤدي إلى الظلم والعداوة وقتل الأرحام ما الواجب على المؤمنين إذا اختلف الطائفتان منهما أو تقاتلتا الجواب الإصلاح بينهما كما في قوله وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما من درس صلاة الجماعة فضلها وأهميتها على ما يدل أن الله شرع صلاة الجماعة في حالة الخوف الإجابة أهمية صلاة الجماعة وكالمعتاد أبناء الطلاب أكمل كتابة الحديث عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قل من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه والسؤال علل عدم اكتمال إيمان من يؤزي جاره لأن الصلاة والصيام وسائل العبادات بحاجة إلى حفظ حقوق الجار من خلال دراستك لموضوع أقسم التوحيد عرف توحيد الربوبية أفراد الله تعالى بأفعاله لماذا لعن سيدنا داود عليه السلام بني إسرائيل أنهم اتهموه بأمور فاحشة كاذبة اذكر معجزتين من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام قلنا ونعلم أبناء الطلاب أن المعجزات أربعة صخر الله عز وجل له الريح أسأل له عين من النحاس طاعة الجن لأوامره كان يعلم لغة الطير فكما يأتيك السؤال أجب على المطلوب هنا أذكر معجزتين ربما اكتفيت بصخر الله عز وجل له الريح علمه الله لغة الطير إلى آخر من خلال دراستك وفهمك لموضوع أحكام الغسل مجباته وسننه ما حكم الأرسال في الأعيات سنة مؤكدة ما المدة التي تقصر فيها الصلاة أربعة أيام فأقل ما حكمة مشروعية قصر الصلاة التيسير على الناس التيسير على الناس والتخفيف عليهم مراعاة لأحوالهم وظروفهم سافر راشد إلى مدينة الريان التي تبعد عن الدوحة خمستاشر كيلو متر وصل العصر راكعتين فما حكم صلاته مع التعليل صلاته باطلة لأن مسافة القصر واحد وتمانين كيلو متر فأكثر من درس يوم الأحذاب الخندق خمسة هجرية هل شارك النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق؟ ولماذا؟ نعم وشارك صلى الله عليه وسلم تشجيعا للصحابة وتحفيزا لهم ما الذي منع سلمان الفارسي من المشاركة في غزوتي بدر وأحد؟ أنه كان عبدا وهنا نراحل أبناء الطلاب أن السؤال ربما تختلف الصرى لكن الإجابة واحدة عدد فضائل سلمان الفارسي نعلم أن فضائل سلمان الفارسي ثلاثة العلم الهمة العالية الزهد وأخيرا الأداب والأخلاق الإسلامية من خلال دراستك وفهمك لخلق التواضع وفضله وأنواعه ما معنى التكبر أن يرى الإنسان في نفسه علوا على غيره من خلال فهمك لدرس الثقة بالنفس عدد وسائل الثقة بالنفس الإيمان بالقدر زيارة الصورة بالله تعالى معرفة الإنسان نقاط قوته ونقاط ضعفه ما أسباب إعدام الثقة بالنفس؟ الخوف والقلق الإحساس بالضعف عدم تشجيع الآخرين له التركيز على الأخطاء والتجارب الفشلة يأتيك بالامتحان أذكر واحدة أو اثنتين فانتبه واحفظ ما استطعت حتى توفق إلى الإجابة الصحيحة بإذن الله تعالى لاختبار التجريبي الثالث الأسئلة الموضوعية السؤال بصيغة أخرى لماذا استحق الذين ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات الوصف بأنهم لا يعقلون لسوء أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين لماذا نهان الله تعالى عن تصديق خبر الفاسق؟ قلنا إن الفاسق هو الخارج عن طاعة الله تعالى لأن وازعه الديني ضعيف فيحمله على الكذب من ثوائد صلاة الجماعة معنا في هذا الاختبار الثالث اطمئنان المصلين على أحوال بعضهم البعض أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن صلة الرحم سبب قلنا قبل ذلك الأجر العظيم عند الله تعالى أو البركة في الرزق وهنا طول العمر من أسباب صلة الرحم من صور الإحسان إلى الجار طلاقة الوجه عند لقائه نوع الدلالة في إجابة الدعاء دلالة الحس أنزل الله عز وجل على نبيه داود عليه السلام الإنجيل أوراه الزبور صحف موسى أحسنتم الزبور من أركان الغسل وانتبه عزيزي الطالب هل السؤال أركان الغسل أم سنن الغسل الإجابة الصحيحة أن أركان الغسل النية في هذا السؤال صلى راشد الظهر والعصر والعشاء ركعتين فما حكم قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون حال المسلم في المصائب والابتلاء الصبر والثبات لم يشهد سلمان الفارسي رضي الله عنه غزوة بدر وأحد بسبب التواضع القلق الخوف الرق الإجابة الصحيحة الرق وقلنا إنه كان عبدا باعه التجار حينما سافر معهم وهو مهاج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم استشعار عظمت الله تعالى وعدم التكاسل في طاعته يعد تواضعا لله عز وجل مفهوم الثقة بالنفس إيمان الإنسان المدروس بقدرته على تحقيق أهدافه نأتي إلى الأسئلة المقالية لماذا أمرنا الله تعالى أن نتعامل مع الأخبار بحذر في قوله أن تصيبوا قوما بجهالة أنها تؤدي إلى اتهام الناس الأبرياء بشيء لم يفعلوا ما القاعدة في قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المؤمنون إخوة والاختلاف لا يذهب رابطة الأخوة من درس صلاة الجماعة فضلها وأهميتها على ما يدل أن الله تعالى وعد من يمشون إلى المساجد بمنازل في الجنة أهمية صلاة الجماعة أكمل كتابة الحديث عن أمي الشريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه علل أكد النبي صلى الله عليه وسلم على حق الجوار في الحديث قرر ثلاث مرات فما السبب في ذلك لبيان أهمية حق الجوار من خلال دراستك لموضوع أقسام التوحيد عرف توحيد الألوهية وهنا أنبئ أبناء الطلاب إلى حفظ أقسام التوحيد فقلنا أن أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات فقلنا قبل ذلك تعريف توحيد الربوبية والآن عرف توحيد الألوهية بفراد الله تعالى بالعبادة من خلال فهمك لدرس نبي الله تعالى داود وسليمان عليهما السلام ابتلي سيدنا داود عليه السلام من بني إسرائيل فماذا فعلوا معه؟ اتهموه بأمور فاحشة وكاذبة من النبي الذي صخر الله عز وجل له الريح؟ سليمان عليه السلام ما حكم الاقتصال يوم الجمعة؟ سنة ما مفهوم قصر الصلاة؟ ما مفهوم يعني ما تعريف؟ مفهوم قصر الصلاة؟ تخفيف الصلاة الربعية في السفر وآدأها رقعتين بدلا من أربع لماذا شرع الله تعالى قصر الصلاة؟ لما يأتي السؤال حكمة مشروعية قصر الصلاة؟ أو لماذا شرع الله تعالى قصر الصلاة؟ الإجابة التيسين على الناس ومراعاة لأحوال الناس وظروفهم؟ ما المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة؟ كلنا 81 كيلو متر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشارك أصحابه في حفر الخنضة ويحمل الأتربة والأحجار على عاطقه فما السبب؟ تشجيعا للصحابة وتحفيزا لهم من خلال دراستك لدرس سلمان الفارسي رضي الله عنه على ما يدل إعطاء سلمان الفارسي المال للمساكين والمحتاجين يدل على فضيلة الزهد عند سلمان الفارسي ما موقف سلمان الفارسي رضي الله عنه يوم الخنضة؟ أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخنضة من خلال دراستك وفهمك لخلق التواضع وفضله وأنواعه التكبر ضد التواضع أما مفهومه أن يرى الإنسان في نفسه علوا على غيره وأخيرا أبناء الطلاب من خلال فهمك لدرس الثقة بالنفس يحتاج الإنسان إلى بناء الثقة بالنفس فما وسائل ذلك؟ الإيمان بالقدر زيادة الصلة بالله معرفة الإنسان نقاط قوته ونقاط ضعفه يخاف الإنسان من الفشل فما أسباب الإعدام الثقة بالنفس؟ الخوف والقلق الإحساس بالضعف عدم تشجيع الآخرين له التركيز على الأخطاء والتجارب الفشلة وهنا أنبه أبناء الطلاب دائما إلى أن يحفظ ما استطاع من الوسائل أو من أسباب إعدام الثقة بالنفس إلى آخره حتى يوفق بإذن الله عز وجل ويكتب الله عز وجل له النجاح والتوفيق الله أسأل أن يوفقكم لما يحبه ويرضاه وكل عام وأنتم بخير دمتم متفوقين أبناء الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية